مردى السكر مرحبا بحضرك دكتور عاطف مرحبا بحضرك في بنابك التاسعى وأيضا كل سهلها وحضرتك طيب وحضرتك طيبا وكل مشاهدين بصحة وسلامة وسعيدة إن شاء الله طيب وحنا بقى زي ما كنا نتكلم كده في المقدمة مع حضرتك دايما في بداية شهر رمضان والسيام إيه العادات اللي تصح في السيام إيه العادات اللي بتبقى بتصعب السيام أو بتكون بتعرض مثلا مرضى السكر للخطر في البداية كده حابين نعرف من حضرتك مين يصوم ومين ما يصومش لو كلمنا تحديدا عن مرضى السكر بالنسبة للمرضى السكر هم مش نوع واحد هم مرضى السكر أربع أنواع السواد الأعظم منهم 50% منهم سكر من نوع التاني والمريض سكر من نوع التاني لو ما عندوش مضاعفات السيام بيكون مفيد جدا ليه على العكس تماما السكر من نوع الأوليني اللي هو عادة ما يصيب صغار السن مرضى السكر اللي عندوهم مضاعفات من السكر خاصة لو فاطة طويلة لو كانت في القلب أو في الكلة ممكن العيان يعرض نفسه لمخاطر جامة من السيام فهنا نقول لازم عيان السكر مش قبل رمضان على طول قبل رمضان على القلب شهر بيروح للدكتور المتابع معاه يناقش معاه خطة العلاج خطة الأكل خطة التريط خلال شهر الكريم ولازم مهم جدا أن يكون يضبط السكر بتاعه قبل يخش على شهر الكريم لأن لو السكر بتاعه واطي أو عالي أو منضبط الحكاية دي هزيد ده النوع الأول النوع الأول والتاني إنما النوع التاني الصيام ممكن يكون مفيد جدا لأنه هو سبب الأكل والسمنة في الغالب يعني إنما سكر النوع الأول يعني خاصة في صغار السن الأطفال حتى 12 سنة بيبقى فيه نوع من الخطورة الجامدة جدا إن التفل يصوم إنه ممكن يعرضوا يخش في غيبوبة كيتونية وارتفاع شديد في السكر يعني المفيد إنه لو مريض سكر يعني سنه صغير طبعا ده عادة بيكون من النوع الأول حدريك تنصح بالسيام من سن كام تدام من سن كام على الفكرة في صغار السن ممكن يكون فيه سكر من النوع الثاني برضه خاصة مع التفرف في زيادة الوزن اللي في الأطفال فبتدى يظهر سكر من النوع الثاني في الأطفال إنما السكر في النوع الأولين في الأطفال اللي هما ما عندهمش خلايا بيه تلتفرد إنسولين تحطمت كلها ده حيبقى فيه نوع من الخطورة الجامعة إنه هو يصوم إنما ممكن ممكن نجرب معه من أول 16 سنة مثلا إنه نعدل في قراءات الإنسولين فتاية أخذ الإنسولين مع بعض مش مع كل المرضى مع بعض المرضى الفوق 16 سنة المرضى اللي هم يجلهم سكر من النوع الأوليني ويكونوا سنهم كبير وده عدد قليل يعني لو فوق ال40 سنة أو خصي سنة ممكن يصوم بطريقة أسهل شوي طيب نوعية الأكل بقى أي نوعية الأكل المفروض يتناولها مرضى السكر هل بتختلف في رمضان عن غير رمضان ولا هي وحدة لا هي مش هنقول إن نوعية الأكل بس إلا تغير وقت الأكل نوعية الأكل علاقة الأكل بالعلاج ويأخذ المريض يعني أولا لو قلنا الوقت بتاع الأكل العيان دلوقتي يمكن إحنا حاضرنا كويس اللي يمدي في رمضان بنصوم حوالي 13 ساعة إنما فيه وقت بسانا ممكن يبقى 16 ساعة أو أكتر 12 ساعة أو 13 ساعة بيبقى السوم أسهل كتير من كل أطول من كده وقت الدواء هو لازم يتعدل مع عادي الأكل سيبقى فيه وقت الفطار وفيه وقت الصحور وفيه وقت في النص العيان بيأخذ فيه وجبة خفيفة شوية إحنا من نصح طبع العيان أول حاجة أول ما الأدنية دل لازم تفطر وتفطر على حاجة يكون بتدي كمية من الكولوكوز كافية مثلا السنة الشريفة بتقول خد واحدة طمرة أو اثنين أو ثلاثة دي بتفيد جدا إنه يأخذ واحدة مثلا بعدها ممكن يأخذ شربة خفيفة عشان يعيد جسمه للأكل اللي جاي بعد كده أما أقول لعيان بعد ما تشرب الشربة ممكن يقوم يصلي صلاة المغلب وبعدين يرجع بقى يأخذ الوجبة بتاعته الوجبة دي بتضم طبعا نشويات وبروسينات واللازم منتو زي ما يقول عليه فإنها شويات مثلا عيان في الغالب يعني مش كل عيني لأنه طبعا السمين غير الرفيع اللي وزن منتظم إنه يعني بيكون في حدود الغيف من العيش بتاع الحكومة المدعم ده منصح بي ممكن أحسن من العيش الأغلى من كده اللي بنقول عليه البلدي البلدي هو البلدي البلدي بتاع الحكومة بتاع التموين بتاعنا احنا بتاع زمان اللي متعودين عليه ده ده أحسن عيش للمريض السكر تركبته تركبت بتاعته وحجمه مفيد جدا لمريض السكر ولا بنصح به حتى المرضى بتاع العيادة الخاصة بتاعتنا ممكن مش عاوز زي كل عيش ممكن ياخد روز مثلا طبعا صغير روز في حدود 8 معالية أو 9 معالية أو حتى من المكرونة 8 أو 9 معالية أو لو مش عاوز بطاطس مش عاوز روز ولا مكرونة ولا روز يعاوز بطاطس ممكن ياخد مثلا مضبوقين يعني أو مثلا أحد يقولنا لا أنا عاوز محش محش ممكن 70 محش من الفلفل أو لو بتنجان لحد 4 صوابع بيتبع بعد ذلك بقى البروتين البروتين العيان ممكن ياخد مثلا شريحة من اللحمة بتتراوح ما بين 100 جرام 150 جرام حسب وزنه أو من الفراخ أو الربع فرخة بتعين الجلد من عليها أو من الثمك نفس الكمية ما فيش لحمة ولا فراخ ولا سمك ممكن ياخد ربع أرنب ممكن ياخد 8 معالق فول أو طبق بصارة دول بيدوا نفس القيمة نفس القيمة البروتين أه الغذائية من البروتين للمريض طبعا ما ننساش الخضار طبق كبير من الخضار نحاول نبتعد مش ماننوع خارج الخضار اللي هي السلطة لا الخضار المطبوخ يعني المطبوخ الخضار المطبوخ نحاول نبتعد عن البطاطس والبسلة مش ممنوعين خالص يعني إنما عند أحد ناخد ننصح ولا نبتعد لا ننصح أن ياخد طبق كبير من الخضار مع الابتعد عن البطاطس والبسلة الأخضار مثلا نحاول نبتعد منهم لأن طبعا كمية الكربوهيدرات الفيعة عالية شوية ياخد طبق صالة تكبير بأي كمية دي تبقى مفيدة لانتظام السكر بالدم ده فيما يخص وجبة الفطار فيه وجبة خشيفة حسبها في الآخر عشان دي مفرحة شوية هنسيب الخبر مفرح في الآخر طب السحور هيا السحور هنقوله نماتنين السحور بنقول العيان لازم السحور يبقى قبل فجر وقت قليل جدا بحيث وقت الصيام ميزيتش بعد ما هو 12 ساعة نخليها 14 ساعة نتوقع مش سليم واجب السحور بنحاول نقطر فيها البروتينات لأن البروتينات دي في الآخر هتحول لكل كوز بس على وقت أطول فيبقى ده مفيد خلال الصيام فنقول العيان بردك ياخد نفس الغريبة للعيش اللي حنقول نتكلم عنه بياخد معاه أربع معالق فول ياخد معاهم بيضاية أو شريحة من الجبنة سواء بيضاء أو جبنة رومي أو فلمانك مثلا ياخد معاه زبديت لبن أو لو بيحبش الزلادي ياخد نص كوباية لبن نص دسم بياخد معاه الصماتفاكة ده يعني ده يمكن العادي المقلية والحاجات دي ده ده مثلا حتى كل الناس يعني ده كان نظام صحي للناس كلها من شمالية السكر بس نجي بقى الوجب المفرحة اللي هي هتبقى بقى صلاة طرويح اللي هو بنقول العيان هيتشارك الآخرين يعني معقولها هيجي هيتعمل خشاف مش حي ياخد مثلا أو بسبوس أو يمكن ياخد نص كباية خشاف تكون معمولة مثلا بالمحل الصناعي فيها واحدة بس طم واحدة مشمشية شوية سويداني أو مكسرات أو ياخد قطعة من البسبوسة المعمولة برضا بالمحل الصناعي وكمية الثمنة أو الزيت الفئولية جدا مكعب كده 4 سنت ف4 أو ممكن ياخد طبق مش بطال برضا من صلة الفواكه أو ياخد بدل الحاجات دي ثمرة فاكه مثلا بورط أنا زغيرة تفحية زغيرة موزاية زغيرة 3 الأربعة مش بشات فممكن الندوة يبقى وجبة مفلحة يتزوق ويشارك الآخرين زي ما حضرتك قلت على فكرة يمكن حتى النظام الغذائي ده يا دكتور هو النظام الغذائي المفروض لنظام غذائي سليم أو النظام غذائي صحي أنا عشان مريد سكر فأنا مش بعرف أكل زي الناس كلها ومش بعرف أتعامل زي الناس كلها وبالعكس هو ده نظام غذائي صحي المفروض أصلا أنه هو يبقى متابع خلال شهر رمضان تحديدا ما بيننا هم نتكلم عن صيام وبنطلع الناس بطلع من رمضان بتشتكي من فكرة زيادة في الوزن وما إلى ذلك فيمكن ده النظام الغذائي المفروض كلنا نتابع طب خلينا نروح برضو الحاجة التانية ويمكن واحد من أهم يعني تقوس رمضان المشروبات بتاعتنا بتاعت رمضان هل فيها ضرر لمرض السكر في مشروبات فيها ضرر وفي مشروبات متاعش ضرر حال زي إيه بقى يعني أنا بنصح طبعا عيان السكر نصيحة جمد جدا بالمية لازم العيان لا ينسى ولا يتناسى المية العادية بتاعتنا دي فلازم على القل بيأخذ من أربع أكواب لستة أكواب مية خلال الفترة بتاعت فترة والثوائل غير سكرية يعني مثلا واحد عاوز يشرب لموناتة ماشي ما فيش مشكلة بس الحال لها بالمحل الصناعي مثلا عاوز يشرب شربة ماشي الحال بس يكون مثلا الشعرية اللي فيها أو المادة للشربة نفسها تكون خفيفة عاوز يشرب عصائر يستحسن ان ايه يبقى على العصائر خالص يعني العصائر غير سكرية ممكن ياخد طلت كوباية مثلا انما يستحسن طبعا ان يأكل الفاكهة متأتعسرش لانما تكون الفاكهة بناخدها كده بيقى فيها ألياف بتقل امتصاص الكربوهيدرات وتبطأ امتصاصها فما يديش الاختفاع شديد في الكولوكوس في الدم بعد ما ياخد حاجة زي كده فانا اقول له بلاش بدل عصير كل الفاكهة اللي حيكون بنقولها في وسط الصحور أو في وسط الواجبال في النص شربات ده رمضانية ده أكتر يعني الخرب ولا القصوص والتمر هندي والحاجات ده طبعا ما أشكر حضيرك على انك قلت الكلام دوت لان يمكن الناس كثير متعافش ان في حاجات من دول خطر دينه الطبقة مهم خطر بالذات على المرضى اللي هما عندهم الضغط فعندنا العلقصوص والقرفة والجاذبيل والمخللات الحاجات دي ممكن ترفع الضغط بدرجة فضيعة جدا وإحنا عارفين والناس معظم من مرضى السكر عارفين ان الضغط والسكر وجايتين له عملة واحدة بيجيلوا الضغط شوية جيلوا سكر واللي جيلوا سكر بعد شوية جيلوا ضغط فمنقول لعيان خلي بالك العلقصوص مثلا بيرفع الضغط وبيرفع السكر وغير كده وكده بيعمل حاجة خطورة جدا انه بنزل تركيز البوتاسيوم في الدم البوتاسيوم دم والعينين عندهم سكر النفس الشي القرفة القرفة من حاجات ترفع الضغط جيمت والجنزبيل فنقول لعيان الحاجات دي والمخليلات حاول تبتعد عنها مش على قاطع المكان حاول تبتعد عنها خالص الكركدي الكركدي ممكن ناخده نتشربه بس ما نحلهوش أو نحط عليه محل صناعي عليه بحيث انه مشروب عادي سواء بارد أو سخر دي نطبع مهمة دكتور رايزة أسأل حضرتك عليها هل كركدي بارد أو سخط بيفرق يعني في ناس بتقول ان الكركدي البارد غالبا بيعلي الضغط والسخط بيوطي الضغط أو العكس يعني مش تذكرة لا الكركدي ممكن ينزل الضغط شوية بس ده حذرك مثلا نخش أفشاقين مثلا مش يعني مش هستعيد عن الدواء بتاع الضغط مثلا بالكركدي مفعش إنما يعني يعني بيحسن الضغط شوية مع الناس بتاخد الدواء إنما مش بديل أبدا عن الدواء وده بقول حذرك عشان ينزل الضغط بدرجة كافية يعني عاوز مثلا نخشرب مثلا ست سبعة كبايات يعني فدول طبعا معاهم سكر كيفين يعني يعني يعملوا مشكلة يعملوا كارس يعني طيب يبقى يبقى أي حال حذرك بتقول إنه العرقسوس والمخاللات والقرفة نبتعد عنهم خلال شهر رمضان نبتعد عن العرقسوس والقرفة كباشروبات وأيضا عن المخاللات طيب حذرك بتتكلم كمان عن أهمية المحل الصناعي ده لي خطورة يعني هل نستخدمه بأي كمية إحنا حبنا حسب إحنا حسب مذاقنا إحنا ولا أو حسب رغبتنا إحنا ولا ليه برضو يبقى بفوض يكون مقنن هو فكرة المحل الصناعي فكرة غمضة شوية حدوية وعودة من الناس يعني في ناس بيستخدموه عشان يزل لهم الواسن في ناس بيستخدموه عشان يضبط السكر وصحة ولا بيعمل ديه ولا بيعمل ديه ولا بينزل الواسن ولا بيضبط السكر ده مش كلامي طبعا ده الدراسات الأمريكية مثل الغذاء والدواء الأمريكية اللي بتقول الكلام دوت إنما إحنا بنقول إيه إن العيان اللي عاوز يتزوق الحاجة طعمها أحلى شوية ماشي الحال ماذا محوط كذا معلقة هياخد القرص دوت حيغنيه مثلا عن المعالقتين حسن موحاوي معظم معظم مش كلهم المحاليات الصناعية آمنة ويمكن كان فيه نشرة أمريكية من نظمة الغذاء والدواء إنها ممكن تتأخذ في الحوامل تعرف طبعا الحوامل ده في أمريكا يعني خط أحمر طبعا وكل حاجة فده دليل إنها أمنة لحد معيد يعني إنما لو إحنا خدناها بنية خسستان أو بنية دوتسو كلا هو ما بيعملش دي ولا دي إنما يعني عشان نعرف طعم الحاجة حلوة ما فيش مشكلة يعني ممكن نستعيد عن جزء وممكن نستخدم العسل البيض إلى غير مخشوش لأن برضا كيفين الناس بيجيب عسل البيض غير معروف في المصدر فممكن يكونوا غشينوا بالكولوكوس والفاركتوس والكولوكوس بيرفع السكر والفاركتوس بيرفع الدون السلاثية إنما لو جايبينه من مكان آمن عادنا لحد معلقة جبيرة في اليوم متأصلش خلص على السكر في عين السكر خيرا باي دكتور أهمية ممارسة الرياضة لمرض السكر في خلال شهر رمضان أو بشكل عامي ممارسة الرياضة هو الدلع الثالث من علاج ملي السكر فيه غزاء وفيه دواء التريد هو الجزء الخفي أو المتناسى في علاج أمر السكر خلال الأيام اللي بره رمضان بنقول العيان على القل 30 ديئة كل يوم نازمي على المجهود ويمكن النشرات الأخرينية من نظمة الأمريكية للسكر بتقول إن حتى المجهود العنيف شوية مطلوب فاحنا بنقول على القل 30 ديئة كل يوم على القل 5 ديئة في الأسبوع فرمضان الأمر بيعدل شوية مش هنقول يختلف كتير الصبح مش مطلوب مني أعمل المجهود غير المجهود بتاعي رح تشوف شغلي بعمل حاجة معي أنا راح أعملها ده المجهود المطلوب بعد بقى مفطرنا أحسن أحسن رياضة أصل الترويح أصل الترويح ده رياضة جميلة جداً بتحرط كل عضلات الجسم بيتخلي عندك الوقفة المظبوطة التانية المظبوطة يعني حركات ربنا سبحانه وتعالى يعني مدهنة عشان يدينا الصحة الكاملة يستحسن طبعاً إن إحنا ما نعملش المجهود بعد الفطر العطول بعد ساعتين إن هو الوقت بتاع الترويح يعني الصلاة صلاة الترويح تعود عن ممارسة رياضة بعد الفطر معظمها إنما ممكن أمش بس 10 دقيقة كمان زيادة لو أنا عاوز يعني يعني من وإلى المسجد مثلاً آه مثلاً طيب في ناس متعودة مثلاً إنه في رمضان بتروح الجم قبل الصيام أو قبل الفطار ده خطر ويا صايمة خطر خطر مش على السكر بس حتى على القلب لأن طبعاً في خلال الصيام بيحصل نوع من الجفاف في الجسم وجفاف ده بيعرض المريض إن يحصله مثلاً عزي الله جلطات في القلب أو في المخ فهيقول لا قبل الفطار الوقت ده بيبقى ده أكبر وقت فيه جفاف في الجسم يستحسن أنك من عمله شيء موجود يكون فيه معتقد أنه اللي يروح بأي صالة رياضية أو أنه يمارس رياضة قبل الفطار ده بيساعد على إنقاص الوزن أكتر لا هو مش ما هو الرياضة مش هدفة إنقاص الوزن الرياضة دي هدف الأساسي فتاح الصحة صحيح لأنني أنا بعمل رياضة عشان صحيحتي مش عشان أنادل وزني أو أدود وزني إذا ما الناس بتعمل أو أقوى عضلاتي بس لا أنا عشان أبقى رجل صحيح يبقى أنا معارش نفس الخطر ما نروحش أنا قبل الفطار بساعة أو لمستاعة وده أكتر فترة فيها جفاف في الجسم في الوقت دوت وأعمل ياضة أزود الجفاف الموجود وأعمل حملة على القلب مضربات القلب السريعة والمجهود المعملة ده كل ده حلم على القلب في وقت القلب فيه يعني هو الواحدة مجهود من الجفاف الموجود عنده ومن قلة السعرات الحية الموجودة فيها طيب يعني بشكل عامي دكتور مرة تانية خانية عيد نصائح حضرتك كلها المشاهدين على السادة المشاهدين نتبع غذاء أو يعني أسلوب غذائي بصحي ده بالنسبة للجميع عمش بنتكلم على مرض السكر بس نحاول أن احنا نشرب كمية مياه كبيرة نحاول أن احنا نبدأ نحنا نكسر صيامنا بتمر صنع عن النبي كمان عليه الصلاة والسلام بعد كده نقوم نصلي بعد كده نرجع تاني نشرب شربة وناكل صلطة ونحاول أن احنا حتى لو هناكل كاربوهايدرات أو ناشويات ناكلها بكمية قليلة بروتين بكمية قليلة نبعد عن الدهون الثلاثية نبعد عن السكريات بشكل كبير والنسبة لمرض السكر والضغط نبتعد عن مشروبات العرقسوس والقرفة ونبتعد عن المخللات كمان ونحاول أن احنا نمارس الرياضة على قد ما نقدر دكتور عاطف باسفيني طبعا بشكر حضرتك جزيل شكرا وارتنا في برنامج التساعة كل سنة وحضرتك طائر هل تكتير بقول مشاهدين بخير وصحة وصحة شكرا دكتور عاطف باسفيني استشاري السكر وغضد الصماء ورئيس قسم السكر وغضد الصماء بالمعهد القومي لأمراض السكر والغضد الصماء مشاهدين هنخرج لفاصل سريع نرجع نكمل مع حضراتكم ما يتبقى من فقرات التساعة استنوا